العمالة الأجنبية وابن البالد وابن البالد مئات الآلاف من الشباب العراقي عاطل عن العمل بينما تغزو العمالة الأجنبية البلاد مسجلة أرقاما وصفت بالمرعبة وفقا لمختصين بعد أن تجاوزت المليون ونصف المليون بحسب لجنة العمل النيابية العمال الأجانب شرعيون وغير شرعيين بدأوا يتغلغلون في شتى مجالات العمل وليس النفطية فحسب حتى في أعمال الإنشاء والبناء حيث أصبح العمال الإيرانيون هم المسيطرون وخصوصا في محافظات الجنوب وفي وقت تتجاهل الحكومات المتعاقبة مطالب الشباب العراقي بتوفير فرص العمل والتوظيف لا تزال تفتح المجال للعمالة الأجنبية إذ تعد هذه القضية من أوسع أبواب الفساد المالي أذنات سفر وتعاقدات مع شركات أجنبية ودورات تنمية وتكاليف إقامة وغير ذلك تنفق عليها ملايين الدولارات وتسجل أضعافها في الأوراق الرسمية على شكل نفقات وهمية يسرق الفاسدون حصتها المالية كما أكد ذلك أعضاء في لجنة النزاهة النيابية كما أن العمالة الأجنبية سهلت للمسؤولين عملية تهريب الأموال خارج البلاد تحت مظلة الحوالات المالية كما تؤكد مصادر مطلعة مفارقة عجيبة بين هجرة الشباب العراقي من البلاد بسبب ترد الأوضاع الاقتصادية وبين تهافت العمال الأجانب إلى العراق الذين أصبحوا مصدرا رئيسا لخروج مليارات الدولارات من العراق سنويا كما تقر بذلك لجنة العمل النيابية بطالة متوحشة تجاوزت نسبتها الأربعين بالمئة بحسب صندوق النقد الدولي فكثر المدمنون على المخدرات وتفشت ظاهرة انتحار الشباب فيما تذهب ثروات البلاد إلى الأجانب تحت عين الحكومة ورعايتها لهذه القضية